لوضع اللمسات الأخيرة لمؤتمر تجمع قوى المدنية الوطنية الذي سيقام في محافظة كربلاء اجتمع أمينو حزب التجمع الجمهوري العراقي مع وافد من المحافظة لمناقشة وقع الخدمات في كربلاء مشددين على ضرورة الاهتمام بالشارع الكربلائي لما يمتلك من نطاقات وأصوات مؤيدة للمشروع المدني لكربلاء أهمية كبيرة عن باقي المحافظات للمشروع المدني بحسب مراقبين ومن أجل ذلك اجتمع أمينو عام حزب التجمع الجمهوري العراقي مع وافد من محافظة كربلاء لوضع اللمسات الأخيرة لمؤتمر تجمع القوى المدنية الوطنية في العراق الذي سيقام هناك تم اليوم استضافة اللجنة التحضيرية لتجمع القوى المدنية الوطنية في محافظة كربلاء لمناقشة موضوع المؤتمر العام الذي شاقد فيه محافظة كربلاء بالنسبة للقوى المدنية يوم السبت القادم 4-5 إن شاء الله وتم التداول في جميع كافة الأمور والجهات والشخصيات التي سيثم استدعاها والتركيز على القوى المستقلة وعيان محافظة كربلاء العزيزة اليوم قدمنا من كربلاء إلى مقر الحزب التجمع الجمهوري لوضع اللمسات الأخيرة والتحضيرات لعقد المؤتمر الذي سيعقد يوم السبت القادم في كربلاء ولما هذا المؤتمر أهميته في كربلاء لكي تعبر عن قدسية كربلاء إضافة إلى مدنيتها الاجتماع شدد على ضرورة الاهتمام بالشارع الكربلائي لما يمتلك من طاقة وأصوات مؤيدة للمشروع المدني ويأملون أن يكون هذا المؤتمر هو نقطة انطلاق للعيش في مجتمع مدني يضمن حقوق الجميع محافظة كربلاء لها خصوصية في قلوب كل العراقين لذلك الاهتمام بهذا المحافظة كان من أولويات الأحزاب المشاركة أو المنظمة لتجمع القوى المدنية الوطنية تفاعل الجميع ونتمنى لهذا المؤتمر النجاح من أجل قيام دولة مدنية حقيقية تحترم كل العراقيين المدنية يجب أن تستلم سلطة كي يتقدم العراق بعد المعانات التي عانت منها الساحة العراقية وكذلك الساحات في المحافظة كما نرى لذلك يجب أن تأخذ دورها القوى المدنية في هذه الساحات المشروع المدني قائم وبقوة للانتشار في جميع المحافظات البلاد حيث سيكون ثمة مؤتمر آخر في محافظة البصرة بعد هذا المؤتمر لتكون المدنية بين صفوف جميع المواطنين بمختلف دياناتهم وقومياتهم وطوائفهم علي وميظ قناة الرشيد الفضائية